طيب سوزان احنا نشوف في كثير ناس يتكلمون على الطاقة في مثلا شخصيات مشاهير يطلعون يتكلمون على الطاقة في كثير معالجين للطاقة احنا مجدنا نعرف وين الصح وين الغلط ويمكن هذا الشيء اللي يشوش الناس يعني يعني انتي قبل شوي لما ذكرتي انه هذا اجمل شيء ممكن الواحد انتي تؤمنين فيه هو اجمل علم بس شو المغالطات اللي تتكون سؤال الشطر الاول وهل هذه المغالطات قاعد تتكون بسبب الناس ممارسين ومعالجين طاقة غير المؤهلين اكيد يعني هل تتكون المغالطات بسبب هذول الناس وهي شو هذه المغالطات اصلا فيه ناس دخلوا دخول غلط على علم الطاقة بصراحة يعني وللأسف صار علم الطاقة مثل تريند يعني صار كل واحد يحكي فيه اللي بيعرف فيه والما بيعرف فيه اللي ارى عنه كم جملة عم بيطلع بيحكيها والناس في عندها شغف لحتى تحس بشيء ايجابي فعبتلحق هالكلمات اللي هي بتعتبر تريند بس مو معناتها هذا شخص معالج بالطاقة ممكن واحد يحكي لك كم كلمة اريانا بس مو معناتها انه انه هو بطبع على حاله حتى او بيعرف كيف يطبع على الاخرين هلأ من المغالطات انه الناس مثلا انت مثلا فكرت فكر ايجابي انه التفكير الايجابي هو علم الطاقة لا انت اول شي لازم اطالع الطاقة تبعتك واطالع السلبيات الموجودة حتى تقدر تفكر ايجابي انزل ما تخلص من الطاقات السلبية بداخلك كيف تتفكر ايجابي يعني لازم افرغ السلبي حتى ادخل الاجابي هذا هو اللي حكينا فيه او مثلا علم الطاقة هو مثل السحر رح حقالك المعجزات هو علم الطاقة مثل السحر رح حقالك المعجزات بس انت استخدامت الطاقة مو زر رحت عن شخص غلط وعب تستنى المعجزة منه المعجزة ما بتجي من الاشخاص حتى ما بتجي مني لما انا عم بقلك انه هذا هو علم الطاقة المعجزة بتجي منك لما انت تفعل الانجية تبعك والطاقة تبعك فالناس بدأت تستخدم علم الطاقة بطريقة غريبة يعني مثلا بوقف واحد أنا شفت كان فيديو بوقف واحد حوالي أشخاص مثلا أو بيعمل له حركات بيعمل له كذا بقال له نظفت لك ففي ناس صار في عنده شك بهالعلم من تحت مغالطات أو من تحت استخدامات ناس غلط للطاقة ففي ناس صار ترفض علم الطاقة بسبب استخدام هالناس السيئة لعلم الطاقة فعلم الطاقة إذا دخلت فيه بعمق وفهمته صح واخدته عن ناس صح رح تشوف التغيير أو إذا فيه ناس على استخدامات الغلط والتعامل الغلط والناس اللي ما بتفهم بعلم الطاقة صار تدخل وتحكي كلمتين وصار في عندها حسابات وصار في عندها أكاونتات عن الإنرجي وصارت هي بتفهم بالإنرجي فالناس صارت بالنسبة إلى أنه لما بتشوف حتى فشل بهالشخصيات شخصياً لقلهم بتقول لك إنه شوها الإنرجي اللي هي بالأصل هالناس فاشلة وعبت تحكي بالإنرجي فعطت أمثلة سلبية فأنا هذا العلم أنا بعتبره أنا بالنسبة لي هو مقدس وخط أحمر وما بصير حدا يدخل عليه غير يكون فهم فيه صح أو ما يدخل فكثرة الإدخالات وكثرة الناس اللي صارت تحكي بالإنرجي صار كل شخص بسأل رحتي على المكان رحتي عليه إيه الإنرجي طبعه كتير حلوة تقول شي فهمي شو الإنرجي بعدين أحكي بالإنرجي أوكي مثلاً إنرجي هالشخص ما كويسي ما بقرب عليه فهمي الإنرجي يعني فيه شيء أحياناً ممكن تحسيه صح بس ما تستخدمي ترند لأنه الناس تبدأ تحس علم الطاقة سخيف فهون تأثير هالأشخاص على علم الطاقة كان سلبي ما وإيجابي صحيح هنا الناس يشوفون تيك توك فيديو على تيك توك وخلص يكون بليف عندهم أو بلغوا علم الطاقة بالنسبة إلون إنه شافوا هالتيك توك السخيف عن علم الطاقة فبتعطي علم الطاقة كله صار سخيف ترجمة نانسي قنقر